وبعدين حصل بعد كده إزاي ما عرفش إن الحكومة عرفت عني إزاي إلى الآن أنا ما عرفش أنا عملت ورق الحكومة عرفت إيه؟ أنا عملت ورق غيرت اسمي غيرت الديانة في خانة الديانة وكان في الوقت ده ظهور البطاقات بتاعت الرقم القومي كانت لسه جديدة كل حاجة بتمشي في مصر بالفلوس اتعرف إزاي تعرف أنا إلى الآن لا أعلم بس لما الواحد بيتزنق بيعمل إيه؟ بيدور على مساعدة فاللي عنده فلوس بيستخدمها واللي عنده بابا بيروح له واللي عنده وسطة بيتصل بيها واللي ما عندوش بيدور على حاجة أكبر ودايما الغلبان يدور على ربانه فأنا كنت عارفة إن في المأزق الجامد ده اللي فيه حياة وموت مش هيحله غير الله فبدأت أرفعيني للسامة بقى أقول له إلحب أول ما بدأت اطلبه الرب مداما يوجد دعوه فهو قريب بس هو قريب لمن يدعوه هو قريب آه بس لمن يدعوه كان فيه شرايط تيب كده ربنا كان بيبعات لي شرايط منين معرفش في الأماكن اللي أنا مستخبية فيها أسمعها وتعلم وأسمع وأسمع أفتكر إن فيه أحد المتكلمين من غير أسامي كان بيتكلم عن الجزء اللي في أشعية اللي بيقول كل آلة صورة ضدك لا تنجح وكل لسان في القضاء يقوم عليك وهو بيتكلم كانت عربيات البوكسات سرينة ماشية في الشوارع أنا معرفش يا ماشي في الشوارع بتدور علي ولا على غيري بس أنا أعرف إن الحكومة بتدور علي بدأ الله يعلمني يعني إيه تغذي وعد تمسكيه في إيدي وتقولي هو الوعد ده ضد ده ماشي يحصل اتحتمي قلت له وأكيد ده روح الله بس أنا مكنش فاهمة في الوقت ده أن ده روح الله أنت بتقولي كل آلة صورة ضد دي لا تنجح طب ما هي دي آلة العربية آلة معمولة وهي مصورة ضد دي لأنها بتدور علي طب هي لا تنجح بقى أنا مش هتقبض علي تقريبا في آخر الأسبوع حلمت والرب وراني حلم أن أنا فعلا مش هتقبض علي وهو صادق ما تقبضش علي لفت الأيام ودورت يمكن أنا بخدها بسرعة بس خليك بلأ أنا بدي كمان أعطي فرصة إنه في بعض المشاهدين يمكن أنت بتتساءل عن تعاملات الله خلينا أكد لك مرة تانية إلهنا حي بيتواصل بيتفاعل وفعلا مثل ما ذكرت أخت إناس يعني هو قريب من الذين يطلبونهم كل من يدعو باسم الرب يخلص فأنا بدعوك في هاي اللحظة فعلا تفكر بالكلام اللي عم تسمعه من لسانها وبصلي تكون سبب بركة لحياتك اليوم اشتركوا في القناة